للتفاصيل والمتابعة معنا مباشرة محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطع غزة أحييك السيدي مع توسع على السادفات الإسرائيلية في أكثر من مكان وأكثر من مخيم يزداد بالضرورة عدد الشهداء أيضا هناك عدد كبير من المصابين والجرحة يتساقطون في كل لحظة لكن الاحتلال الإسرائيلي سيد محمود يستخدم أسلحة تؤدي إلى أصابات خطرة لهؤلاء المصابين والجرحة كيف يمكن توصيف ما يحدث من هذه الإصابات الخطرة مع هذا الاستخدام للأسلحة المحرمة دوليا يعني ورغم حقيقة الاحتلال الإسرائيلي بالفعل من أسلحة فتاكة في العمليات التي تقوم فيها القوات الإسرائيلية في قطع غزة هذه الأسلحة تقوم بتدمير المباني وتدمير بشكل كبير جدا للبنية التحتية وأيضا تعمل على تهتك في الأجساد التي تصاب من قبل قوات الاحتلال إسرائيلة أثناء عمليات القصص وبالتالي الكثير من المهام التي خرجت إليها طواقبنا في القطع نشاهد فيها حالات بثر في الأطر نشاهد حالات في بعض الأحيان اختفاء لجثامين الشهداء نشاهد الكثير من الأشياء التي حقيقة تؤكد أن الاختلال الإسرائيلي يعني يقوم باستخدام أدوات صعبة جدا وأدوات ربما نقول أنها تقتل بشكل طبيع جدا في صورة المواطنين وهذا الأمر للأسف الشديد يعني ربما كنا نلاحظه في حروق السابقة لكن ليس بهذه الطريقة وليس بهذه الأعداد الكبيرة التي تحدث في قطع غزة يعني اليوم نحن نحكي تقريبا في كل منزل يتم استهداف في قطع غزة ربما يكون هناك حالات بتر في هذا المنزل وأيضا هناك حالات اختفاء لجثامين المواطنين في ما بين كل يعني عدة منازل يحدث في هذا في منزل وبالتالي نتحدث عن أرقام كبيرة مع اختفاء الجثامين أيضا سيد محمود هناك أيضا عدد كبير من جثامين الشهداء في قطع غزة ما ذلك تحت الأنقاض الصعوبة هنا في استخراج هذه الجثامين التي تتحلل بالضرورة وتؤدي إلى كارثة بيئية صحية في المناطق المتواجدة فيها وخاصة في ظل عدم توافر أطقم الدفاع المدني التي تقوم بانتشال مثل هكذا جثامين لهؤلاء الشهداء يعني في هذا الموضوع ربما يكون من شقين الحديث الأول فيه أن بعض جثامين الشهداء تختفي نتيجة استهدافها من قبل قوات احتلال الزرع بلعنى أن حجم الاستهداف يكون كبير جدا حجم الصواريخ المستخدمة كبيرة وبالتالي تختفي هذه الأجداد الجزئية الأخرى أن الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنازل وهناك أعداد كبيرة من المواطنين تحت الأنقاض لا زالوا حتى هذه البعضة نحن نتحدث عن قرابة عشر آلاف مواطن مفقود تحت الأنقاض موجود وهؤلاء للأسف الشديد العدد يزيد ويقل نتيجة أن بعض المواطنين يقوموا بعمليات بحث عن أبنائهم رغم المخاطر الكبيرة التي تشكلها هذه العملية عمليات البحث لكن في النهاية يحاول قدر مستطاع أن ينتشروا أبنائهم من تحت الأنقاض وأيضا هناك أحداث تحدث جديدة ويكون هناك أيضا بقايا لجثث موجودة تحت الأنقاض وبالتالي نجد أن تقريبا التوتا الإجمالي لأعداد الشهداء أو المبقودين تحت الأنقاض تقرابة عشر آلاف شخص لكن قضية انتشال هؤلاء المواطنين يحتاج إلى إمكانات متخصصة بمعنى في السابق منذ بداية الحرب كنا نتعامل مع هذا الأمر ونستخدم الحفارات ونستخدم الجرفات بشكل كبير ونبدأ بعمليات انتشال الجثامين بمعنى كنا لا نبقي أي جثة تحت الأنقاض لكن تقريبا من شهر حتى النحظة بعد استهداف المعدات الثقيلة واستهداف الجرطات والحفارات أصبح الآن هناك عدم قدرة على انتشال كافة الشهداء من تحت الأنقاض وبالتالي أصبحنا نبقي يسامين تحت الأنقاض إلى أن وصل العدد إلى قرابة العشر آلاف وهذا الأمر يتطلب حقيقة إلى يعني هو يحتاج إلى حل أنه هذه معاناة طبعا يحتاج إلى آليات ويحتاج أيضا إلى أفراد في ظل هذا النقص المتواجد في تقوم الدفاع المدني أشكرك حول هذه التفاصيل محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطع غزة كنت معنا مباشرة